بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بأحضراتكم طبعا أنا سألت هذا السؤال أكتر من مرة وهي هو كل المصاري الخاصة بإخواننا في العراق أو اليمن أو سوريا أو ليبيا أو اليمن أو السودان وجنوب السودان هذه الشركات عزرا هذه الدول ممنوعة للأسف الشديد من ديل يعني موقع ديل رفضها وليس شركة E8 وطبعا E8 عملت السحب من لتس ديل فقط لغير حتى أنا كلمت وقلت له والله هو كل الصحبات لابد أن هي تكون عبر موقع ديل فقال لي آه هلو يس كله بيتم المعالجة عن طريق لتس ديل فقط لغير فقلت له حتى لو كان المبلغ المصاري قليلة أقل من عشر تلاف دولار كان أحد الأصدقاء أخبرني لو أقل من عشر تلاف دولار ممكن شركة تطلعهم من غير من غير موقع ديل وللأسف المعلومة دي خاطئة ممكن يكون هو يتعمل له استثناء الله أعلم لكن هو برضو جيري رد علي قال لي لأ ده كله بيتم المعالجة معالجة السحب فقط عن طريق لتس ديل طيب أنا بالنسبة لي في عملة غير مكبولين في هذا السايت هذا الموقع غير مكبولين وضرب طوله مثلا زي دولة الإعراق مش مكبولة في موقع ديل إيه الحل عندك إيه اللي هو السوليشن اللي عندك إيه الحلول ايه تمام للأسف قال لي لأ للأسف ما فيش حلول ما فيش حلول للسحب لذلك أنا اقتراحي زي ما قلتلك أصبر لو أنت دخلت في إي إيت أصبر على المصاري اللي قاعد ما تبقى مثلا عشر تلاف دولار عشرين ألف دولار وبعد كده تسافر الدولة هي اللي ممنوعة لكن أنت مش ممنوعة خلي بالك الدولة هي اللي ممنوعة من إصدار أي وصائق أي وصائق مثلا صادرة عن العراق مش هيعترف بها موقع ديل وبالتالي تقدر تذهب إلى أي دولة يعني الراجل اللي في العراق يقدر يذهب إلى السعودية يقدر يذهب إلى الكويت يقدر يذهب للإمارات يذهب إلى أي دولة تمام يذهب إلى مصر يطلع يستخرج رخصة قيادة يعمل أي حاجة تمام موقع ديل للحقيقة بيقبل وصائق عديدة جدا تمام المهم أنها تكون هذه الوثيقة صادرة عن إيه سلطة وطنية معتمدة في موقع ديل دولة معتمدة في موقع ديل تمام فالدول غير المعتمدة مثل أيضا الصومال للأسف ممنوع أيضا الصومال واليمن وليبيا والسودان وجنوب السودان وسوريا ويعني والعراق تمام وإيران طبعا وكل اللي بقى الدول كل الدول اللي هي مصنفا هي بتدعم الإرهاب تمام أنا معرفش هم مصنفينهم إزاي أن هم بيدعموا الإرهاب دول أكتر دول مضرورة يعني دي أكتر دول الحقيقة كلهم دول يعني لا حول لوم ولا كوة هم مضرورين أشد الضرف فإزاي دول بيدعموا الإرهاب ما معرفش والله في حل آخر أن أنتو يعني تحاولوا تسألوا السؤال ده يعني أكتر من صديق سواء من العراق أو اليمن أو السوريا أو جنوب السودان والسودان أن أنتو تلحوا على بإتاحة يعني زي ما يقولوا طريق آخر طريق آخر للسحب اللي بس يكون أكتر من صديق يقدر أنه يلح على الشركة وقول لها وظهر إحنا عايزين طريقة سحب تكون بايبال تكون مثلا عن طريق باينانس أي طريق آخر يكون أسهل من موقع دي وأنا مش عارف الشركة ليه متشبسة بموقع ديل يعني أنا برضو لابد أن يكون هناك مرونة من الشركة بخصوص هذا الأمر لأن أنا عايز أدخل عندك بس عايز أضمن أنت أنا هسحب عندك إزاي تمام إنت إزاي تلزمني بطريقة هي مش موجودة مش متاح حالية هو أنا ليه لما أجي أسحب مضطر أن أسافر أنا مش مضطر اللي أنا سافر بالعكس ده أنت المفروض اللي أنت توفر لي اللي أنا كل حاجة تكون سهلة ما عرفش بقى هيتم الكلام ده إزاي لكن إحنا يعني إحنا سألنا السؤال ده للشركة والله أنا سألته أكتر من عشرين مرة أو سألته أكتر من شخص من خدمة الدعم بحيس حد يقول لي حاجة يبقى فيه صغرة فيه حد يقول لي حتى لما أحد الأصدقاء قال لي أدنى من عشر تلاف دولار تقدر تسحب أنا فرحت والله قلتي خلاص مش مشكلة يعني كل ما تعمل تسعة تلاف وتسعمية أطلب السحب مش مشكلة بس نلاقي منفذ نلاقي صغرة من موقع دي لكن للأسف لم نجد ذلك إن شاء الله الأيام المقبلة نحاول نتواصل أكتر نحاول أن نجد حل مع الشركة شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله